مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتداء إذن اليوم عنا الوحدة السادسة الوحدة السادسة في درس من دروس الصرف التحويل هو الدرس الأول في هذه الوحدة في موضوع اسم التفضيل من الفعل الثلاث إذن أقرأ وألاحظ صومعة الكتبية أقدم من قصر البديع وحوض المنارة أكبر أحواد المدينة مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغربية نعم إذن نحلل هذه ما لحظناه وما قرأناه إذن المفضل في الجملة الأولى المفضل هو صومعة الكتبية اسم التفضيل أقدم إذن وزنه أفعل 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 فعله قادم قادم نعم فهو تلاتي متصرف تام مثبت قابل للتفاضل مبني للمعلوم لأن هناك أفعال غير قابل للتفاضل هناك أفعال بني المجهولة هناك أفعال غير دالة على لون أو حيلة فهي لا تصلح لتكون في التفاضل إذن ما هو المفضل على سومعة الكتبية بطبيعة الحال؟ قصر البادية مين قصر البادية؟ اشترك في صفتين الصفة التي اشترك فيها هذه الجوش ديل سومعة الكتب وقصة البادية هي القدم حوض المنارة هو المفضل فضلناه في صفة الكبر فهو أكبر على وزن أفعال كابرة كابرة هو الفعل تلاتي كذلك في شروط الفعل ثم المفضل عليه هو أحواض المدينة إذن أحواض المدينة هل هي كبيرة أم لا؟ نعم ولكن حوض المنارة أكبر منها إذن الدار البيضاء كبرى لم نقل أكبر لأن الدار البيضاء مؤنت فعلاء فعلاء كابرة الفعل هو كابرة إذن الفعل كابرة في الحالة الأولى والثانية هو صغنى منه اسم التفضل للمذكر والمؤنت إذن على ماذا فضلنا الدار البيضاء؟ على المدن المغربية نعم إذن هناك المدن المغربية كبيرة ولكن الدار البيضاء هي أكبرهم إذن فضلناها باسم التفضيل المؤنة كبرى إذن نتأمل الجوملة صومعة الكتبية أقدم من قصر البادع إذن هذه الجملة ما الصفة التي اشتركت فيها الكتبية؟ وقصر البادع هي صفة القدم إذن كي اشتركوا في صفة القدم ما الذي زاد عن الآخر في هذه الصفة؟ بطبع الحال صومعة الكتبية زادت شيئا ما في القدم عن قصر البادع إذن ماذا يسمى الاسم الذي يدل على شيء اشترك في صفة معينة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة نسميه اسم التفضيل ما وزنه؟ أفعل أفعل نعم للمذكر من مذكر؟ نعم إذن ننتقل إلى الجملة الثانية تأمل حوض المنارة أكبر أحواض المدينة على أي شيء دل الإسم أكبر؟ هو اسم التفضيل نعم هو اسم يدل على على الكبر على صفة الكبر مشتركة بين حوض المنارة وأحواض المدينة عد إلى الفعلين قدمة وكبرة وأذكر لماذا صيغة منه كل منهما لماذا صيغة منهما اسم التفضيل على وزن أفعل لأنه مذكر لأنه مذكر أنظر إلى كلمة كبرى أهي تدل على المذكر أم المؤنة؟ على المؤنة إذن ما مؤنة أفعل فعلة؟ فعلة إذن مؤنة أفعل فعلة وما الشروط اللازمة في الفعل لصياغة اسم التفضيل على وزن أفعل الذي مؤنته فعلة بطبيعة الحل الشروط أن يكون الفعل ثلاثياً متصرفاً تاماً متبتاً قابلاً للتفاضل مبنياً للمجهون غير ذلك على لون أو عيب أو حيلة إذن حلية نعبون إذن ننتقل إلى صفحة الموالية وهي صفحة 156 هذه الصفحة حيث هناك تطبيق والاستنتاج اسم التفضيل يدل على شيء أي ماذا؟ اشترك اشترك في صفة معينة ولكن زاد أحدهما على الآخر نعم زاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة نعم يجب أن يكون فيهم جزء صفات مختلفين لا مثلاً واحد كبير وواحد صغير يجب أن يجب أن يجب أن تفضيل لا يجب أن يجب أن يكونوا كبار وبالتالي سيكون بينهم واحد في هذا الفرق يقولون هذا أكبر من هذا أم لا أصغر من هذا أم لا أقل من هذا أم لا أفضل من هذا أم لا أجمل من هذا وهكذا إذن يصاغ اسم التفضيل على وزن أفعل على وزن أفعل الذي مؤنته فعل من كل فعل ثلاثيين هذه الشروط متصرفين تامين مثبتين قابلين التفاضل مبني للمعلوم غير ذالين على لون أو عيب أو حلية إذن أطبق صغ اسم التفضيل على وزن أفعل من الأفعال التالية متى كان ممكناً علش قالوا أن متى كان ذلك ممكناً لأن هناك أفعال لا يمكن أنه غير قابل لتفاضل لأنه عندنا الشروط رقلوا لنا الشروط إذن دا بحسونا ممكن أحسن نعم أحسن ليس ليس لا لأنه ماشي تم تصرف إذن ليس ما يمكنناش نصيغه منه اسم التفضيل عضو ما أعظام نعم أعظام أحمار أحمار أجمل أجمل أسمع أسمع أحفظ أسمع من هذا أسمع من هذا ممكن أحفظ أكرمان لا لماذا لأنه غير توليك لا يمكننا أن نصيغه منه لأن الفعل الذي سنخرجه منه أكرم ما هو كارم كارمان لا يمكننا أن نصيغه منه اسم التفضيل لأنه من الشروط أن يكون فعلا ثلاثيا أغرق نعم أضبط أغرق أضبط ننتقل إلى إلى السؤال المولي أكمل شفاهيا باسم تفضيل مناسب في المكان الفارغ المغرب أجمل البلدان نعم أجمل البلدان مدينة فاس من مدينة الرباط مثلا أقدم أقدم ربما فاس أنا أعتقد أنها أقدم لأنها جسمة الأداريسة ومدينة الرباط ربما مع المرابط إذن هذا الشيء ربما هي أقدم من مدينة الرباط جامعة القارويين جامعة جامعة أقدم كذلك أقدم هنا أقدم جامعة في المغرب مسجد الحسن الثاني مسجد مسجد في المغرب أكبر أكبر مسجد نعم هو أكبر مسجد في المغرب إذن هنا حول حسب المطلوب أحمد هو الأكبر خديجة هي أصغر هي الأصغر واخ هي صغر صغر حيث هي حيث هي مؤنث مؤنث سامير هو الأوسط فاطمة هي نقول مثلا هي الوسطة مش مشكلة هي الوسطة مش مشكلة إذن السؤال الموالي ركب جملا مفيدة تشتمل كل واحدة منها على اسم التفضيل جملا البحر أغرق من الوادي نعم البحر أغرق من الوادي من الوادي شنوه اسم التفضيل أغرق هو أغرق إذن اسم التفضيل هو أغرق الوقاية أفضل من العلاج نعم الوقاية أفضل من العلاج من العلاج نعم أغرق من الوادي إذن أفضل هي أغرق من الوادي إذن هنا سوف نحاول أن نجد شيء مؤمن إذن فاطمته هي صغر أخواتها مثلا هي صغر أخواتها حسنة كيف نبغينا حسنة أو صغر نعم إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول برص تحويل اسم التفضيل من الفعل التولاتي ترجمة نانسي قنقر